هو ده اللي بيخلي مصر غريبة التدين فيها جزاب التدين فيها جزاب ليه؟ والله اللي حصل لنا ده واللي مر علينا ده لو ما كانش بهذا التمسك وبهذا النور بحب حضرة النبي وبهذا البهجة انا اقول لكم حاجة كتير البهجة هي اللي بتقاوم وهي احد اهم الرباط اللي موجودة في تدين المصريين اللي واجه التطرف وواجه الارهاب وخلى مصر هي الدرع اللي تدرع به كل الامم في مواجهة ومكافحة الارهاب ليه طيب؟ وجهوب الفرح وجهوب البهجة وعشان كده كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اشتاقتوا لإخوان ويفرح بأعماله مصطلح لما تعرض عليه فالمصريين فاهمين كده قوي فيحبوا زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيفرح بينا من فرح بينا فرحنا به وعشان كده حضرته بيرد علينا السلام فحضرته كمان بيفرح كمان بزيارتنا لقال البيت لإننا بنعمل بالآية قل لا أسألكم علي أجر إلا المواد بتا في القرب إيه اللي حاصل؟ عادت نبي فرحان فرحان لما بنزور قال البيت وإحنا عشان عارفين إنه قال البيت بضع من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين فأصبح مالة يستطيع زيارة حضرته صلى الله عليه وسلم بيزور قال البيت بنفس الفرحة ونفس البهر وبتكون في زيارتهم زيارة لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولإني كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسوا فالمصريين بيفرحوا بزيارة قال البيت عشان بيلاقوا فيها أنوار من أنوار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا تعلق المصريين بسيدنا أبي عبد الله الحسين لأنهم شعروا أنهم من أقرب قالي البيت إلى الرسول الله سلام شبها بحضرته صلى الله عليه وسلم ويفضل حديث حسين مني وأنا من حسين بيخلينا وإحنا بنسمع أحب الله من أحب حسينا بيخلينا نزداد حبا في سيدنا الحسين عشان نزداد حبا في رسول الله سلام فكانهم بيزولوا سنة الحسين وبيزولوا قالي البيت ويقول اللي بيحصل بيحسوا أنهم في حالة فرح ورزاك يقولوا ايه يا ابن طاه البشير جئنا لبابك وشرفنا هنا بلسم عتابك يا حفيد الرسول جئنا رحابك منبع الجود مصدر الكرمين فبتلاقيهم فرحنين يعني يعني بهجة وهزيج كده تخليه طلع من القلب بتحسسك بفرحة مليانة شؤل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكمان يستبشروا ان ربنا رزقهم زيارة جد ويرزقهم زيارة جده النبي صلى الله عليه وسلم فالفرحة بزيارة اهل البيت هي فرحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لنومة بضعة منه وكان عند المصدرين دايما في الزيارة نية واعتقاد في التفريج ان الله سبحانه وتعالى ينظر لمنظرة قال البيت بنظر اللطف والعطف ويفرج عنه الكرب وزي ما فيه نفحة في الزمان فيه نفحة في المكان فيه كمان نفحة في الاشخاص ففي المكان اللي تشرف بضم اجساد الشريفة لقال البيت بتتنزل الانور البركات وكذلك كل القبور اللي فيها قال الكرم وقال الصلاح وقال العفية بتتنزل فيها البركات فبيسألوا الله سبحانه وتعالى انه يبارك في حياتهم ويزيد في حبهم ويفرج عنهم ببركة حبهم لقال البيت ويرزقهم القبول فكما ان الشهداء احياء عند ربهم والانبياء احياء في قبورهم والله امر الارض لا تأكل اكساد الانبياء والشهداء فلا ينبغي ان احنا نظن ان اهل البيت في مكان اقل من مكانة الشهداء ولزاكم يشعرون وهم بيزوروا وبيدعوا ان دعاءهم مقبول باذن الله اشتركوا في القناة